هذا وتتواصل الحملة الوطنية للتطعيم بكثافة حيث أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من تلقوا التطعيم حتى مساء أمس الأحد قد بلغ 337016 شخصا هذا وقد شدد الفريق الوطني الطبي على أهمية أخذ التطعيم للفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس إضافة إلى حث فئة كبار السن والحوامل والمرضعات وذوي الأمراض المزمنة على المبادرة لأخذ التطعيم حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع موضحا أنه يمكن لكبار السن البالغين من العمر 70 عاما فما فوق التوجه مباشرة إلى المراكز الصحية لأخذ التطعيم دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني هذا وتم تكثيف برنامج التطعيم خلال شهر مارس الجاري مع وصول جرعات التطعيم من الشركات المصنعة لها الذي كان آخرها تسلم 300 ألف جرعة إضافية من شركة سينوفارم يوم الجمعة الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر